منذ عشر سنوات تروج ماركة توي بلانيت الإسبانية التي تتخذ من باتيرنا كربا فالانسيا مقرا لها لإعلانات تظهر الفتيات والصبيان مع كافة أنواع الألعاب في مسعى لكسر الصور النمطية على هذا الصعيد وقررت هذه الشركة قبل عشر سنوات أن تسير عكس التيار السائد من خلال إظهار صبيان مع دمان وفتيات مع أدوات تصليح بعدما لاحظت عبر مواقع التواصل أن عددا من زبائنها يناددون باعتمادها طريقة التواصل الرجعية وتعد إسبانيا بلدا رائدا بالفعل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة إذ تضم حركة نسوية قوية تؤكد حكومة Pedro Sánchez اليسارية أنها تدعمها وقد وقع وزير شؤون المستهلك ألبرتو غارزون مع شركة الألعاب ميثاقا ينص على قواعد ممارسات دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول ديسمبر ويهدف إلى تشجيع المساواة بين الصبيان والبنات في إعلانات الألعاب ويؤكد الميثاق ضرورة أن لا تشعرون لا تشعر الإعلانات بصورة واضحة إلى أن لعبة ما مخصصة لنوع اجتماعي لا للآخر أو ربط اللون الوردي بالفتيات والأزرق بالصبيان أو التركيز على أن لكل طرف أدواره الخاصة